يعني هذه التحركات، هذه الانتقادات فقط لذر مات في العيون ليس لها أي نتائج، ليس لها أي أثار في المستقبل برأيك؟ حتى الآن العالم الغربي يكتفي فقط بالإدانات، هذه الإدانات لنقوم واضحين لن تؤثر بشكل كبير يعني أولا شوف الآن ما يحصل في إيران من تحركات شعبية، فلنقل المتفقين أنا أدعي أن هناك ثابتة لتغيير النظام أو للتأثير على النظام يجب أن تكون هناك لحظة تتزامن معها احتجاجات عارمة في الداخل الإيراني مع تحركات خارجية لدول مؤثرة تريد فعلا أن تغير النظام هذا قد يؤثر وقد يهدد وجود نظام، لكن للأسف حتى الآن التحركات لا شك أنها غيرت في الثقافة السياسية عند الشعب الإيراني بشكل سيكون له مفاعله السلبية على مستقبل هذا النظام، ولكن لم تصل إلا نقطة أنها تؤثر بشكل وجودي على هذا النظام وللمفارقة أن هذا العالم المتملق الغربي هو عالم منافق بكل ما تعنيه الكلمة لم يقم بأي تحرك غير الإدانة تؤثر على النظام الإيراني لماذا؟ لأنه باعتقاد هذا ما دائما أقوله أن هذا النظام، النظام الإيراني هو نظام ضروري للغرب وبالتالي هو يحتاج لهذا النظام إذا ما رسى بعض الضغوط هو فقط لتغيير نظام السلوك وليس لتغيير النظام وبالتالي هذا العالم لم يقم حتى الآن بأي شيء غير الإدانات، هذه الإدانات لا تغني ولا تسمم جوه إذن يغطي على تجاوزات النظام، العالم الغربي يغطي على تجاوزات النظام على مدى أربع عقود طبعا 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 وهذا ليس غريب عفوا لكن لماذا؟ ما الأسباب برأيك؟ لأن حتى الآن كما قلت لك النظام الإيراني ما زال نظام ضروري بالنسبة للغرب في المنطقة وبالتالي هو غير مستعد أن يستبدل هذا النظام ما هي الضرورة للستراتيجية للغرب بوجود نظام كهذا النظام؟ أولا بالنسبة لموضوع التوازن مع دول الخليج يعني الموضوع التوازن مع دول الخليج وهذا الموضوع يعني بالأكثر أمريكا لأنه عندما نتكلم عن العالم الغربي أغلب ما يكون من توجهات العالم الغربي 90% هو الإيرانة الأمريكية تحديدا هي التي تقود العالم الغربي الآن التوازن الذي تفرضه إيران مع دول الخليج هذا البعبع الذي سمحت به أمريكا في الخليج ضد دول الخليج هو الذي يعني يسمح أو هو المبرر لهذه الصفقات الكبيرة التي تجريها أمريكا بعد دول الخليج لشراء السلاح الأمريكي وبالتالي له مردود اقتصادي كبير جدا أيضا هو يجعل من أمريكا ضرورة لحماية دول الخليج ضد هذا البعبع الإيراني الأمر الآخر أنه يتناسب مع الاستراتيجية الكبرى للدول الغربية في المنطقة التي تقوم على دعم الأقليات في المنطقة لمحاربة الأكسرية السنية في هذه المنطقة وهذه الاستراتيجية المتبعة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبعد أن سوق في إطار صراع الحضارات بأن الإسلام هو العدو المقبل بعد الاتحاد السوفيتي أصبحت استراتيجية قائمة على دعم إيران ودعم الأقليات وبالمناسبة أنا تكلمت في حلقة ربما سابقة وأيضا أعيد هذا الكلام لأكثر من مرة بأن إيران هي التي ترعى اتفاق الأقليات أو حلف الأقليات في منطقة الشرق الأوسط الذي يستهدف الأكثرية السنية وبالتالي هذا النظام لأنه نظام يتخبى بعباءة الأقلية الشيعية والمذهب الشيعي ويقود حلف زو طبيعة دينية للأقليات الموجودة في شرق الأوسط في مقابل أهل السنة الذين هم الأكثرية وبالتالي هو نظام ضرورة للإستراتيجية الغربية في منطقة الشرق الأوسط